طيب جايما بنتابع كده يوميا نجحات متعددة نتكلم لأبطال مصر في مختلف الألعاب عندنا كلام كتير جدا وكلام نفسه أصلا ما بيخلص عن الكرة العالمية ورياضات المختلفة وإحنا وصلين لفين ومستقبلنا إيه وماضينا إيه كل ده بقى حنتكلم بتفاصيله مع دفنا العزيز أستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي بونجور بونجور عاملين إيه صباح الفن اللي عليك صباح كان جاي مقلق مش عارفة ليه بونجور بونجور يا هانم أخبر حادثك إيه كله تمام نبتدي بكرة القدم العالمية أم برياضات الأخرى اللي أنت تحب والله أنا شايفة يعني رياضات الأخرى اللي لا نبدأ برياضات الأخرى إحنا فين بقى إحنا فين طيب إحنا في بطولات اتنظمة في مصر بس يعني زي ما بيقولوا كده إيه السوكسي كله تأهل منتخب مصر للرجال لكرة السلة لمنافسات كاس العالم ده إحنا كنا آخر بطولة دردن اللي احنا نتأهل لها كانت 2014 كانت في أسبانيا هو آي نعم اتلعبت بطولة واحدة 2019 لكن الأهم من اللي احنا عدنا للمشاركة تاني الطريقة اللي احنا نتأهلنا بيها قوة المنتخب خلينا بس نتطفق المنتخب كان في آخر ويندو اللي هو بيتلعب في اسكندرية ثلاث منشاط لعبنا تونس كاميرون جنوب السودان الفوز اللي احنا حانيه على تونس في اليوم الأول هو ده اللي ضمن صعودنا خلاص لنهايات مفوغ كاس العالم ماش ممكن تفكرنا السكور كان كام مقتها واحد وسبعين تلاتة وستين واحد وسبعين سبعة وستين هو تونس حروما أتقل نسبيا من فرقتين التانية كده كانت البداية كويسة ولا ايه خلينا نتطفق تونس بطل أفريقيا بمعنى آخر كاس أمم أو بطولة أفريقيا تونس هي البطل لكن الوحش القادم لكرة السلة الأفريقية جنوب السودان منتخب جنوب السودان مخسرش غدماتش واحد في التصفيات كلها منتخب قوي جدا ده الجيل الحالي ده جيل الحالي هذه المشاركة الأولى يعني نحن في السودان كانت سودان ما ده أول مشاركة لهم يعني أول تواجد لهم في التصفيات أول تأهل لهم لكاس العالم المنتخب جنوب السودان أصدق أمرنا ما سمعنا فعلا آه لأن تقسيم السودان كان حدث بعد المشاركة الأخيرة أو بعد بطولة العالم الأخيرة وبعد الأحداث السياسية ما كانش أصلا يعني عن بهم فكر أنهما يشاركوا سعيد بظبط الأهم زي ما أقول حضراتكم من التأهل الطريقة قوة المنتخب قدرتنا على تقديم مستوى جيد لما كسبنا تونس طبعا الفرحة طغط على مطشين ودتك حافظ حلو جدا كمان بعد كده دايما تبقى دربة البداية تبقى الدربة القوية على منافس قوي بيدي دفعة كبيرة يمكن طبعا احنا كسبنا تونس في الويندو اللي قبل اللي فات ده كنا في تونس كان بيتلعب في تونس كسبناهم في تونس فدي كان حدث عالمي معنا كوتش تقيل جدا معنا سكواد كويس جدا نتمنى نتمنى ان المحترفين وعلى رأسهم عبد الرحمن نادر نقدر نستعين به في كاس العالم كاس العالم هيتلعب في شهر 8 لأول مرة في 3 دول هيتلعب في اندونيسيا الفلبين واليابان وحدث اول مرة هيحصل برضو ان دولة مستضيفة مش هتلعب مش هتلعب يعني اندونيسيا هي البداية كانت ان الفلبين واليابان كذبوا للصدفة فلما استعانوا بوجود اندونيسيا معاهم فلازم تلعب تصفيات ما درتش توصل عن طريق تصفيات فبالتالي هتستضيف البطولة بس واش هتلعب يعني دي أول مرة تحصل في تاريخ كؤوس العالم لكرة السنة طيب شادي تسمح لنا بس عشان هي زملتنا ماريم دلوقتي معنا لايف هنرح لها سريعا ونرجع طبعا هنكمل نحن نتابع اخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين يوميا ومرسيتنا النهاردة هتكون معنا ماريم سميح من مقار النادي الاهلي بالجزيرة ماريم بونجور عليك طبعا انا وكريم مشاهدي سامعين كل استعداد بات المشاهدين اتفضل صبح عليك يا نهوان وصبح عليك يا كريم وصبح طبعا على دفكم العزيز الأستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي وصبح على كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقار النادي الاهلي بالجزيرة هيكون معنا فيها طبعا كل الأخبار المتعلقة بالنادي الاهلي طبعا سواء الفريق الأول لكرة القدم أو الفرق الرياضية الأخرى طبعا البداية مع الفريق الأول لكرة القدم اللي أكيد طبعا بدون راحة بيستقنف تدريباته النهاردة الميران إن شاء الله هيكون في تمام الساعة الرابعة عصر والتجمي έχειكون في تمام الساعة الثالثة عصر ثم يبدأ الميران بقى في تمام الساعة الرابعة على ملعب مختار التيش ده طبعا استعدادا لمباراة الداخلية اللي هتقام إن شاء الله غدا الثلاثاء في تمام الساعة سبعة مساء على سيد الأهلي ويه السلام طبعا زي ما احنا عارفين المباراة دي هي المؤجلة طبعا في الجولة العشرين طبعا إن شاء الله بنتمنى للنادي الأهلي كل التوفيق إن شاء الله النهاردة يعني مدير الفني للنادي الأهلي مستر مارسل كولر هيكون طبعا في محاضرة بتسبق المران هيستعرض فيها كل النقاط الخاصة سواء القوة أو الضعف بطبعا فريق الداخلية طبعا نحن عارفين أن النادي الأهلي متصدر جدول الترتيب بدون أي خسارة خلال الفترة الماضية وطبعا الحقيقة زي ما أنا قلت الحقيقة أنه هو استقنف تدريباته بدون راحة سواء أمس طبعا التمرين كان في تمام الساعة الوحدة ظهرا والنهاردة هيكون في تمام الساعة الرابعة عصرا ننتقل بقى لكل الألعاب الرياضية الأخرى وطبعا أكيد يعني هنبدأ مع الماسترز ورجال طائرة الأهلي اللي هيكون في مباراة النهاردة أكيد هامة جدا في دور التمانية في البطولة العربية إن شاء الله هتكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء هتقام على صالة اتنين باستاذ القاهرة ده طبعا أمام نادي سوحلي الليبي ده طبعا أكيد بعدما رجال الماسترز قدروا أنه هم يتصدروا مجموعاتهم طبعا في دور المجموعات من البطولة العربية وحققوا الفوز في الخمس مباريات اللي خدوها طبعا يعني سواء أمام مصافي شمال العراقي خيبل اليمني بنياس الإماراتي وأخيرا الوقرة القطري والحقيقة نحن طبعا بنتمنى طبعا كل السلامة لعبد الحليم عبو لاعب نادي الأهلي أكيد اللي أصيب يعني أول أمس في مباراة الوقرة القطري بقطع في البايل الحقيقة أنه هو هيدطر أكيد لتدخل جراحي والحقيقة نتمنى له كل التوفيق لأنه هو ساهم بشكل كبير جدا في هذه البطولة ولكن للأسف هيغيب خلال المواجهات المقبلة في البطولة العربية بالنسبة طبعا لا أكيد كرة الطيرة رجال ننتقل بقى لسيدات طيرة الأهلي وبعد الفوز طبعا المهم على نادي الزهور بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء الحقيقة أنه هم بيستعدوا للمباراة المقبلة في الدوري ده طبعا أمام نادي وادي دجل المباراة هتقام يوم الخميس المقبل على صالة أربعة باستاذ القاهرة أو عفوا على صالة الشهداء هنا بمقر نادي الأهلي بالجزيرة الحقيقة يعني سيدات طيرة الأهلي عاملين أداء كبير جدا في الدوري والحيان هم خلاص يمكن دي جولة ترتبية وأن هم خلاص ضمنوا تأهلهم في يعني الأربعة الأوائل خلينا بقى نروح ليعني سيدات سالة الأهلي في مباراة النهاردة هامة جدا للنادي الأهلي في تمام الساعة السادسة مساء هتقام هنا في مقر نادي الأهلي بالجزيرة على صالة الشهداء المباراة طبعا أمام مصر للتأمين وده في ربع نهائي كأس مصر بتمالهم كل التوفيق وعايز نوه طبعا لمشاهدي قناة الأهلي أنها تكون المباراة مذاعة على شاشة قناة النادي الأهلي قدروا طبعا يتابعوها النهاردة خلينا بقى يعني نتكلم عن فكرة الدربي ما بين النادي الأهلي والزمالك في كل رياضات الأخرى والحيان نحن شفنا أداء كبير جدا خلال الفترة الماضية لكل الألعاب الأخرى أو فرق الألعاب الأخرى حتى شباب عايزين بقى نتكلم على فكرة الفوز على نادي الزمالك الحيان إن مبارح فيه مباراة همة جدا لبنات ياد الأهلي طبعا أو يعني شباب ياد الأهلي 2006 ألف قدروا أنه هم يحققوا فوز مهم جدا على نادي الزمالك بها نتيجة 38-29 ده طبعا فيه تصفيات الدوري المرتبط عايزة بقى يمكن أخد من كلامكم على رجال سلة الأهلي والحقيقة إن يعني طبعا زي ما احنا شفنا تصفيات كأس العالم حقيقة إن رجالة النادي الأهلي عاملين أداء كبير جدا وشفنا مبارح الحقيقة لعب النادي الأهلي أو نجم النادي الأهلي عمر الجندي قدر إنه هو يكون سبب فيه تأهل طبعا يعني منتخب مصر أمام جنوب السودان العمر الجندي الوحده أحرص فيه الشوت الأول 29 نقطة ويمكن حقق أرقام قياسية فيه هذه البطولة الحقيقة إن عمر الجندي زي ما أنا قلت قد منتخب مصر الفوز على منتخب جنوب السودان بنتيجة 49-42 الجندي الحقيقة إنه هو فيه يعني كتوتل سكور فيه تصفيات المونديال حقيقة إنه هو أحرص 42 نقطة منهم يعني 6 ثلاثيات ومحطم طبعا الرقم القياسي كأكثر عدد نقاط فيه مباراة وحدة خلال تصفيات القارة المؤهلة للمونديال طبعا دي كانت كل الأخبار الموجودة معانا النهاردة بالمتعلقة للفريل أول كرة القدم نتمنى له كل التوفيق طبعا غدا فيه مباراته أمام الداخلية وأيضا كل الأخبار المتعلقة بالرياضات الأخرى بشكركم جدا الكلمة لكم مرة أخرى إحنا كان نشكرك أكيد على هذه التغطية الرائعة كالعادة يا ماريم شكرا لك أخبارها حلوة لأنتهلنا كلها الحقيقة شايفين علامات الاستحسان وبالذات لما بتدت تتكلم عن عمر الجندي في استحسان ملموس ترسب على ملمح والشجوية بتتكلم لأن الجندي حاجة حالة ما شاء الله أكبر عليه يعني منه هو ناشئ مع منتخبات مصر ناشئين في وجوده في نادي الجزيرة انتقالوا للنادي الأهلي حد بيلعب قلب وبروح مبارح ما شاء الله أكبر هو الواحد وجاب أكتر من نص السكور أداء أسطوري أداء أسطوري يعني ريكورد أعتقد حيبقى صعب على أي لعب مصري يكسره يعني 42 موقع في ماتش واحد الماتش مبارح ده اللي كنت عايزة أشير قبل ما ماريب تعمل التقرير احنا كنا بلعب جنوب السودان يعني الشوت الأول احنا كنا كذبانين فرق حوالي 5 بوينتز خمس نقاط منتخب تقيل أوي أوي يعني احنا خسرتنا الماتش فرق 20 نقطة هو ازاي منتخب تقيل زي ما انت بتقول دلوقتي لسه يعني تم إنشاؤه مش غريبة عشان هما لا هما قريدي كانوا بيلعبوا في الدوريات اللي برا ولما فصلت بقى السودان عن ابتدوا بقى الجنوب فابتدوا جمعه ايو الدوريات اللي هي ومش في ال MPA في الدوريات اللي هو أقل أقل من ال MPA كان مستواهم جيد يعني مسترفين في نهاية الأقل اه وفيهم على فكرة فيهم عدد كبير جدا المدرب بتاعهم بتاعهم كان بيقيم في اسكندرية كان عايش في اسكندرية وكان بيلعب في ملاعب اسكندرية وكان بيقيم في منطقة الاباهمية يعني فبالتالي ومعظم اللعين بس هما مستواهم قوي فرق مخصفتش غماتش واحد طول التصفيات يعني كان مفاجئة والعمل الجسماني ممكن يبقى برده طبعا احنا برده أمس احنا كنا يعني غايب عننا عاصم مرعي والبوب يهاب أمين وأنس أسامة ثلاث عناصر تقيلة برده يعني طبعا زي ما بقول لحضرتك احنا لما خلاص وصلنا فماتش الكاميرون ده كان الفرحة ماتش جنوب السودان أنا كنت أتمنى يعني نختب التصفيات بالفوز عليهم لكن لو كنا كاملين سكواد كامل كان فيه إمكانية ده يحصل كنت حولك وبقى للبطولة العربية للكرة طايرة وبصفة خاصة لأن النادي الأهلي ماشي فيها الحمد لله بخطوات يتقال عليها جيدة حتى الآن فتقييمك إيه للبطولة دي وتقييمك للحجم المنافسة اللي فيها ورؤيتك لإمكانية وصول النادي الأهلي إن شاء الله للمباراة النهائية فيها طيب خلينا برضو نقول للنسخة دي دي النسخة الـ 41 من البطولة أكتر فريق حق بطولات أو حق الفوز بيها هو النادي الأهلي مناسبة مع الصفاكسي التونسي كل في النادي حصل على سبع بطولات النادي الأهلي آخر بطولة أكسبها كانت 2020 نسخة 2022 كان الرايان القطري هو البطل النادي الأهلي كان البطولة دي المفروض ستتلاعب بمشاركة 16 فريق أو 16 نادي طبعا فيه أربعا نسحبه على أسهم نادي الزمالك لعدم وجود تدعمات وننظر الأحداث اللي حصلت برحيل كابتن شريف شاميرلي قبل نهائي السوبر قبل نهائي ونهائي كاس سوبر وطبعا السيزون زي ما احنا كنا تكلمناه في حالات قبل كده النادي الأهلي اللعب نادي الزمالك على مستوى كورة طايرة الرجال تعريبا خمس مطشاط خمسة فوز للنادي الأهلي فريق كويتي كمان كويتي كويتي والأهلي ترابلس وفريق الفلسطيني هو أربع قوات الفلسطينية الزمالك كويتي كويتي أهلي ترابلس الليبي وقوات الفلسطيني فبالتالي عدد الفرق أقل فبدل ما كانوا أربع مجموعات اتلعبوا مجموعتين النادي الأهلي في المجموعة الثانية حقق خمس انتصارات زي ما مريم أوضحت النهاردة إن شاء الله حيبقى دور ربع النهائي الأهلي والسواحل الليبي إن شاء الله ما عندناش أي شك الخمس مطشاط النادي الأهلي خسر شوت واحد يعني كل المطشاط تلاتة صف معدى مطش المطمئن جدا الوكرة القطري حبيب أقول طبعا يعني قوة البطولات العربية والأفوكية بتزيد بتواجد الأندية التونسية عشان يكون صرحة عدم وجود الأندية التونسية بتعمل حاجتين بتسهل وتصعب بتسهل الدنيا بتبقى أسهل شوية بتصعب اللي انت ما فيش ماينفعش ما تكسبش للأندياء المصوية أنا بتكلم عن الأندية المصوية لكن وجود الأندية القطرية مع محترفين حيخلي البطولة برضو كل ما بتقرب للأدوار قبل النهائي والنهائي للنادي الأهلي إن شاء الله بعد الفوز اليوم إن شاء الله والمتوقع بالنسبة كبيرة حيلعب الفائز بين الأهلي القطري ويسيبي العماني بنسبة كبيرة برضو حيب الأهلي القطري فبرضو مباراة نصف النهائية هتبقى قوية طبعا مستوى النادي الأهلي بوجود يندر الليبرو اللي هو يعني على ذكر إيه ده ده جايبين الليبرو محترف آه نجيب محترف في مركز الليبرو نجيب حقين آه عشان بيعمل حاجة مهمة أصلا كلمة دي تقالت منه ما تجيبش ليه يعني يا حد زعليم آه يعني آه آه لأنه كان كومنت ما رحقول لحضرتك الكومنت كان يتقال من حد معين في نقطة إن النادي الأهلي إنت لو حتجيب لعب محترف ما تجيبوش في مركز الليبرو تجيبو في مركز يعني مركز اثنين أو مركز أربعة طبعا تجي تلعب مكاننا بقى يعني ده الرد صراحة طبعا عايز أقول لك على حاجة برضو نقطة مهمة شداد لأن الوقت بيجري بطولة العالم لسلاح الشيش اللي كانت في مصر اللي اختطبعت تقريبا من يومين آه إحنا محققناش يعني المنتظر آه يعني نعم يعني محققناش المنتظر أو المرجو آه محققناش المنتظر وطبعا رغم إن هي عندنا وعلى أرضنا وكنا شايفين يعني منتخبات بعت الشباب لسلاح الشيش بنات ورجال كانوا متقلقين جدا لكن تيجي تكلم عن بطولة العالم إحنا لم نحقق المرجو آه وده معيش مباشر خيبا أنا معيش أنا بحب الصراحة طبعا ليه الأولمبيات يعني إذا كنت أنا في طولة العالم ولا أنا بتكلم غلط لا لا هو طبعا كلامك صح بس أحابي بأوضح حاجة فاضح إن ألعاب الخماسي والسلاح تحديدا والرماية برضو على مدار السيزون ويبقى فيها حاجة اسمها كقوس العالم دي بتبقى سلسلة بطولات يعني بدل ما تتلعب بطولات دولية منسمينها كاس عالم فسلسلة كقوس العالم دي بتبقى حاجات استعدادية لبطولة العالم اللي هي الحدث الأكبر كاس العالم اللي كان لسلاح الشيش اللي تتلعب قطتا في مصر كان فيه حدث مهمة أول إن دايما بطولات كقوس العالم في كل يعني التلت أسلحة كان بتتلعب رجال لوحدها وسيدات لوحدها سواء فرد أو فرق أو فرد أو فرق لكن دي أول بطولة تتلعب سيدات ورجال في نفس الوقت في نفس البطولة في نفس المكان فبالتالي دي عاملة حدث عشان تجربة للاتحاد الدولي يشوف البطولة عشان تقلل التكاليف المنتخب المصري زي ما احنا عارفين احنا علاء الدين ابو القاسم حقق المركز السادس في الفردي هو علاء تصنيفه الرابع وكان حقق قبل كده برونزية في كاس عالم في شارع الدجا هي اللقطة بنوصل رابع النهائي القرعة برضو بتيجي عاملة ازاي هو لازم يكسر حد تقيل من الاربع التقال فهو لعب بطل فرنسا مع الاسف ما ديرش يكسب منتخب مصري الفرق للرجال قدرنا نحصل على المركز السابع هو ده نفس المركز اللي احنا بيحققه ما هو عشان كده انا بقولك انا مش حاسة ان بغض النظر عن ان دي هتكون مجرد بطولات مؤهلة بعد كده بطولة الاساكة في العالم بس انا ستل ولا هي هتبقى مؤهلة بالتالي للامبيات انا لازم اكون بنجح في دوله بحقق تطور ورانكينجز عشان اقول بعد كده ان الموضوع مبشر لكن سوفر انا بس هو القصة مش نقطة قصة ان انت زعلان عشان انت رسك في باريس عشرين اربعة عشرين حقق اختلاف كبير جدا هي دي النقط اللي انا كنت حقولك عليها هو مش نقط بس احنا بدعمل في اخطاءنا عشان نشتغل عنها نتمنى ده يكون بيحصل طبعا ما هو ده اللي بيحصل فعلا من الاتحادات يعني اتحاد السلاح شخصيا شدي اكتر منتخب يعني انهي رياضة تحديدا اللي انت شايف ان المنتخب المصري فيها او اللاعبين المصريين فيها لا عاملين شغل كويس في المطلق انا شايف ان اتحاد البسكت شغال كويس اتحاد الهند بول طبعا شغال كويس عندي كومنس على شغل اتحاد الطائرة لو جينا للاعاب الفردية انا بالنسبة لي السلاح وخماسي يأتي بعديهم في الفترة الحالية برضو الرماية شغالة كان فيه برضو كاس عالم رفع الاسكول رفع الاسكول بس هي النقطة ان انت محتاج ما يحصلش اي دروب ودي انا قلتها قبل كده اي دروب بمعنى ما يحصلش اي قفتان لكن انا عندي سكوة في كل ابطال رفع الاسكول هي المنشطات والحاجات الازيئة بالضبط وطبعا بس على الزكر اتمنى شفاء طبعا لكابتن نهل رمضان بطلة مصر والعالم اتمنى لها كل الشفاء شفنا سيادة الوزير كان راح يزورها طبعا وتستاهل كل الدعم النفسي قبل المادي وقبل العلادي كل يعني ربنا يكمل شفاء على خير فبرضو رفع الاسكول دولة اللي انا بسك اللي هم ممكن يحققوا حاجة في الوليمبيكس فيه علعاب تانية بتشتغل بس هتبقى طفرات يعني هتبقى باي لك يعني انت بتطميني على الشيش تحديدا التحدي السلح في التلات اسلحة في التلات اسلحة نتطمن نتطمن ان شاء الله انا اتمنى لان هي رياضة فعلا عاملين فيها طفرة في الفترة الاخيرة كبير جدا فاعتقد حقنا ان احنا نحصل على مدليات يعني ولو فضية او ذهبية ان شاء الله لا ان شاء الله انا بطمينك ان شاء الله وزي ما اتفقنا برضو في حالة قبل كده ان احنا ابتداء من 24 هيبتدي التركيز اكتر نشوف الخطوات الايجابية اللي بيخدر كل التحاد ومين الابطال تأهلوا فعلا وزي ما بقول لحضرتك وبيقول لمرضو الكريم ان احنا 20-23 دي المرحلة اللي هي يعني ايه اللي هي قبل الستارت يا رب ان شاء الله يكون اللي جاي كله جميل يا رب ان شاء الله نتمنى ان شاء الله اللي رياضة المصرية تفضل في اصدهار دايما نتمنى زلك كلنا اكيد نشكرك يا شادي جدا نورتناك العادة يعني شوفك على خير ان شاء الله برسي لوجودك معنا وحنطلع فاصل يا حضراته ونرجع عشان نستقبل حضراتكم في الفقرة الطبية المسجلة اللي كان مشرفنا فيها الدكتور باهل السعيد وان شاء الله شوفكم معرخي بكرة بإذن الله